بعدما عاش أهالي المخطوفين في سوريا على وقع الشائعات والمعلومات المتضاربة طيلة الأربع وعشرين ساعة الماضية أتى شريط الفيديو الذي بثته الأل بي سي والذي ظهر فيه المخطوف علي سجيب في مقابلة مع الزميل في داء عيتاني ليبدد ولو القليل من قلقهم وخوفهم على مصير المخطوفين فتابعوه مرارا وتمنوا لو أن الجميع ظهروا في الشريط حمل المسؤولية للدولة اللبنانية أن تتحرك ويكون تحركها بسرعة بسرعة لأن الوضع معاش ينحمل إن شاء الله يطلعوا لنا يوم بعشرتية نتمنى عليهم أن يطلعوا لنا يوم بعشرتية إذا جاوزك في إمكانية يكون يمكن أن يشوفك شو بتقولي له شو بتقولي للرفاق بتمنى لأولو لرفاقته الصحة الكاملة ويجو علينا بخير وسليمة كله نساو نطلب من وزير الخارجية ووزير الداخلية كيف الأمور كلنا حلها يحللنا قضيتنا لأنه قضيتنا هي القضية عادة اللي نجم يحكو فيها كلهم قضية المخطوفين في سوريا بدأت تتحول إلى لغز والأهالي باتوا يخشون من الآتي خصوصا وأنهم فقدوا الثقة بكل من يقول لهم أنه يفاوض لإطلاق أبنائهم ويحملون الدولة ومعها القوى الإقليمية المعنية مسؤولية ما قالت إليه قضيتهم ترجمة نانسي قنقر